من خلال طبعاً شغلك متابعاتك عاملت زي اللي أداءنا في الأولمبياد خلينا بس في البداية نحن نبارك للعب محمد سايد طبعاً على البرونزية يمكن هي برونزية يعني مش كل ناس كانت متوقعها يمكن كان لعب زياد السيسي كان بيلعب في المنافسات قبلها بيوم بس كانت منافسة مختلفة يمكن ده بيلعب سيف مبرزة وزياد السيسي كان بيلعب بتلاح سيف كانت الناس عندها أمال كبيرة جداً جداً على اللعب زياد السيسي خصوصاً أنه هو مصنف أول في المنافسة بتاعته وكان طبعاً لسه يعني يواخد بطولات عالم وكده فالناس كانت متخيلة أنه هيحصد الميدالية لكن يمكن اللعب محمد سايد أنا ليه بقول أن هي مفاجأة هو اللعب مصنف عشر في المنافسة بتاعته ولكن هو الحقيقة اللعب كان عنده إصراره أنا يمكن شايفة أن خسارة زياد السيسي قبلها اديته دافع أقوى لأن الناس كلها كانت متحملة بشكل كبير جداً على رياضة السلاح خصوصاً أن رياضة السلاح مشاركة بأكبر عدد من البعثة المصرية يمكن رياضة السلاح مشاركة بواحد وعشرين لعب وده رقم غير مسبوق للسلاح قبل كده في الدولات الأولمبية طيب أنت طبعاً متخصصة في اللعاب الأولمبية وأكيد متابعة طبعاً ده الملف بتاعك فخلينا ناخدها واحدة ونشوف الأخبار من خلال متابعاتك الصحفية الأخبار والشائعات كنت لسه بتكلم عنها في بداية الحلقة إزارة سطور بوس أننا عندنا عمات المصحفين المختصين بالرياضات المختلفة إحنا متعودين أن نشوف حاجات كبيرة جداً ويمكن السوشال ميديا خلال الفترة الأخيرة بترصد حاجات إحنا نفسنا بنبقى مستغربين جداً عليها يمكن شوفنا ببارح طبعاً اللعبة آية السيد لما نزله فيه شوفنا بوستس عليها أن هي لعبة بتلعب باسم منتخب مصر في رياضة التجديف وإحنا أصلاً عارفين أن احنا مسافرين بدورها ما فيهاش بنات أصلاً فكلنا اتفاجئنا طبعاً وفي الآخر تلعت لعبة سعودية الحقيقة دي بيقولك تاهد تاهد كمان فدي أكيد ما هذا اللي احنا هنشوف ولسه يعني دورة مكملة بدوركم بقى بتعملوا إيه لما بتشوفوا خبر زي ده بدورنا احنا وإحنا المشكلة نحن ببقى عارفين من قبلها يعني البعثة اللي رسفرة عددها قد إيه مشاركين بولاد في اللعبة دي آه طبعاً فإحنا مبارح شكينا في نفسينا يعني إحنا وإحنا عندين بنشوف الخبر قلنا إيه ده إحنا عارفين أنه مفيش حد في التجديف مشارك يعني من البنات طيب رأيك إيه في أداءنا خلال يومين اللي فاتوا بوزة واحدة لسه مشوار البطولة لسه طويل بس يمكن إحنا عشان البطولة دي تحديداً إحنا مشاركين بأكبر عدد من اللاعبين إحنا مشاركين بـ 148 لعب ولعبة وطبيعاً إحنا مش هناخد 148 لعب ولعبة بس إحنا عندنا دايماً دورة الألعاب الأولمبية المصريين بتمقى مستنياها بشكل كبير جداً عندهم أمل كتيرة جداً على الألعاب سواء الفردية أو الألعاب الجماعية خليني برضو أكلمك عن الألعاب الجماعية يمكن إحنا مشاركين بطبعاً منتخب الأولامبي في كرة القدم ومنتخب الهندبول طبعاً اللي الناس كلها يعني عقد عليه أمل كبيرة جداً قدر بالفعل أن هو يكسب أول مباراة ليه أمام المجر وطبعاً منتخب المجر مش منتخب سهل وإحنا في مجموعة قوية جداً جداً في المجموعة بتاعتنا يمكن أن نهاردة ساعة 3 إحنا عندنا مباراة يعني مش سهلة خالصة على منتخبنا الوطني أمام الدنمرك وإحنا عارفين أن دايماً مبارايات منتخب مصر ومنتخب الدنمرك يعني الناس بتتناها بشغف يعني بس إحنا نهاردة عندنا أمال كتيرة جداً يمكن إحنا لما لعبنا الدنمرك في دورة الألعاب الأولمباية في توكيو 2021 ما كانش عندنا كم المحترفين برضو اللي موجود دلوقتي آه كان فيه عدد كبير من المحترفين ولكن مش بنفس العدد اللي موجود دلوقتي ويمكن كمان مستواهم عالي أكتر فإحنا إن شاء الله نهاردة يعني أعتقد أن اللعيبة نهاردة مع المدير الفني الأسباني مستر باستور هيكون عندهم دافع قوي جداً هم يحققوا الفوز النهاردة طيب بما إننا بنتكلم إن شاء الله بإذن الله كل التوفيق ليهم بس بما إننا بنتكلم عن الشيش فإحنا عندنا النهاردة في سلاح الشيش محمد حمزة وعبد الرحمن طلبة وعلى أبو القاسم وفيه توقعات كبيرة جداً بالنسبة لعلى أنه يحصد مدال بزبط ومحمد حمزة كمان خليناً أقولك محمد حمزة لعب واعد جداً محمد حمزة وصل أنه هو في مرحلة الشباب إنه هو يكون برضو مصنف أول على العالم قبل كده فمحمد حمزة متوقع ليه برضو النهاردة إنه هو إننا نشوفه على منصة التتويج